اشتركوا في القناة نعم جاء ذلك بحضور سعادة السفير حسام زكي الأمين العام للمساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام وعدد من المسؤولين في الوزارة في الجامعة هذا وقد ألقى سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بالحضور متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين موطن السلام وملتقى العروبة كما وجه تحية تقدير وثناء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح رئاستها للقمة السابقة منوها إلى أن العقادة قمة البحرين يتزامن مع اهتفال المملكة بذكرى اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم في ده الله الرعام مقاليد الحكم أوضح سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أن القمة تلتأم في ظرف استثنائي حرج وتوقيت صعب بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي مستعرضا الأوضاع الإنسانية المؤلمة في قطاع غزة ومحاولات تفوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية بالإضافة إلى خطر الميليشيات المسلحة التي زادت من وطيرة الإرهاب وتهديد الأمن الإقليمي أكد دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله الرعا وبدعم وامتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبدل جهودا من أجل نصرة القضايا العربية العادلة ولم تتوانى يوما عن القيام بالتزاماتها القومية والدعوة إلى الوحدة والتكاتف مبينا أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي وأن ينعم الجميع بالاستقرار والإزدهار أشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى أن القضية الفلسطينية هي جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية المركزية الأولى معربة عن تطلعه إلى وقف الحرب على قطاع غزة فورا وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة قال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة أن هويتنا العربية الأصيلة وتقاليدنا العريقة هي أساس نهضتنا ووحدتنا مؤكدا أن قمة البحرين هي رسالة سلام وتضامن وطاقة أمل وتفاؤل للشعوب العربية التي تنتظر قرارات ملموسة وناجزة لتوحيد الجهود المشتركة تحت مظلة العروبة والتغلب على التحديات القائمة ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية دعا وكي وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى استثمار مخرجات القمة للعمل على تجديد المنظومة العربية بشكل شامل وفتح مسارات جديدة للتكامل العربي تربط بين السلام والتنمية وترتقي إلى بناء الشركات مشددا على أن البحرين تساند دائما الجهود الرامية إلى حماية الثوابت وتعزيز المنجزات من جانبه أشهد السفير حسام زكي باستضافة مملكة البحرين للقمة العربية وتوفير أسباب نجاحها مشيرا إلى تقدم أو تقديم المملكة كافة التجهيزات والتسهيلات للأمانة العامة والوفود المشاركة لخروج القمة بأفضل صورة ممكنة لخدمة مسيرة العمل العربية المشترك أبدى السفير حسام زكي ارتياحه لما لمسه من توافق عربي على البنود المدرجة في جدول الأعمال ومتوقع أن تخرج قمة البحرين بقرارات إيجابية ومواقف موحدة تجاه القضايا والتحديات العربية الماثرة وقد بحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتقرر رفع توسيات اللازمة بشأنها إلى اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية التحذيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي سيعقد يوم غد الثلاثة ترجمة نانسي قنقر